هدرنا في الفاصل أنا وياك إنه مش غير هاتشي اللي كتعمل عليه مش عربة تتحرك وتضيء إلى غير ذلك ولكن أيضاً الروبوت غير أنت قلت لي عندك اليد بغي تصنع اليد اللي هي كتقوم بتنفيذ بعض الأوامر تشرح لنا أكثر نعم ميكانيكية تتركب بأحد طريقة تجمع نوتيس كتفتش على نوتيس دياله بشتركبه تتخدم ميكانيكيين وانا باقي عندي في واحد مشكلة الميكانيك دياله باقي غسن نخدم عليه على شنو المشكلة؟ مشكلة أنا كيسخة تنفيذ نوع دياله بغسن ندخل بأختي معقدة شوية قبل عليه نبصقي على مستقل فهم ديال الله الرحمن لأولي دياله كانت بزيف الأنواع دياله موتوخ واحد نوع من الموتور اللي كيسخة تنفيذ دياله يتسمى السيرفو تتحكملك بالزاوية هالديقر يديه هالديقر يديه هالديقر يديه هالديقر يديه هالديقر يديه قابلية تدوران الياد وش حال تقدر تتحرك في المنتجهة؟ الموتر يعد 180 درجة لا يعد 360 يعد 180 ويعداء 850 وهذا الموتر مشكلة أني يريد أن نعمل عندي لدي أحد جماعة الموتر يريد أن نعمل معه مع بعضهم في نفس الوقت نعمل فقط نعمل هذا وهذا فقط نعمل هذا وهذا ترحيل مشكلة أتقال الحال طبعا وهذا ما يريد أن ندخل في الميكانيك عندما ندخل في الميكانيك لدي لديك شيء حتى أنا ممقش بالوالو والحلقة إلا بغينا ندخله في هذا شيء غادي داخدنا بزدف الوقت بقدر من نستفدو أكثر من الأفكار أما مسألت التطبيق هناك مختصين وهناك من يقوم بتوجيه ربما وتعليم الأطفال في سنك أو في سن أكبر كيفية برمجة وصناعة هذه الإبتكارات شنو باغي من اليد تقدر تعطيني أمثلة شنو تدير انت قلتي غتركبها فوق الطموبيل وغتتتنقل بسلاسة وبحرية هذه هي فكرة الدبا الحالية التي لدي كيفية الأوامر التي تقدرها عليك؟ كأخمام أنني نعدل الدبا في بغتد كوت كان يمكنك تعدل الأوامر التي لديك تكري الأوامر من عندك يأخمام أن نعدل الأوامر التي لديك لكي نبقى نتعرف كمبليت عندك أخوك صغير؟ أختي أختي إلا دارة لبسالة تنشي تلك اليد تقولها جسلها نجرب حد